موسيقى السؤال الخامس بنا نوجد هون قيمة المقدار A عطينا A تساوي ناقص بي ناقص بين قوسين جزر اثنين ناقص بي زائد ثلاثي مثل ما قلنا بشوي اول شيء بدخل الناقص على القوس ناقص بي ناقص جزر اثنين بعدين ناقص ضرب ناقص بي ستصير زائد بي زائد ثلاثي مثل ما قلنا في دروس ساوقة يجمع كل حد مع الحد المثله يعني يجمع البي مع البي هؤلاء متشابهين فصار في عنا ناقص بي زائد بي متعكسين مجموعين صفر يتبقى عنا ناقص جزر اثنين زائد ثلاثي بيحسن بيجمعين سوا طبعا لا الجزر اثنين حد مختلف عن الثلاثي فقيمة الآن نهائية تساوي ناقص جزر اثنين زائد ثلاثي اتوقع التمرين واضح في اي سؤال استاذ سؤال قبلين هلأ متى ما كان فيه اقواس وفيه قبلهم اشارة لازم ضررن يعني نضرب الاشارات ما هيك؟ ايه طبعا الاخوة يكون في عنا غالبا قبل القوس يناقص ويضع لي زائد وضع اقواس لأنه زائد ما لا اهمية يعني الزائد ضرب اي اشارة تانية تظل اشارة تانية نفسها اما اذا كان في عنا ناقص يضع لي اقواس بعدها ايه مثلا لو قال لي زائد بين قوسين اكس زائد اثنين هي نفسها اكس زائد اثنين يعني بدون ما حقق الاقواس ما تدعي الى الاقواس صحيح فسلما يكون في عندي مثلا ناقص وراها في قوس ممكن يكون القوس فيه ناقص فيه زائد فهو في عنا جدال اشارات يختلف اما اذا عندي قبل القوس زائد يعني كان القوس ما له اهمية منحسن نشيله هلأ قوم بالقسم الثاني في عنا بي تساوي ثلاثة على اربعة ناقص بين قوسين هون في عنا اقواس لان في خبلة ناقص سواني فراح ندخل ناقص على القوس بين قوسين ناقص جزر لي داش ناقص واحد على اربعة ناقص جزر لي داش ما شو اول شيء نساوي ندخل ناقص على القوس تمام مين بيقل الجواب زائد زائد فطب ثلاثة مندخل الناقص على القوس ثلاثة اربعة بتضل حاله الناقص جزر لي داش بتصير زائد جزر لي داش والواحد على اربعة بتصير زائد واحد على اربعة والناقص جزر اي داش بتضل ناقص جزر اي داش بنختصر الجزر اي داش مع جزر اي داش بتضل عنا ثلاثة على اربعة زائد واحد على اربعة نجمعهم مع بعض بتصير اربعة على اربعة ويساوي واحد تمام برافا اول شيء مندخل ناقص على القوس فبصي في عنا ناقص بناقص جزر لي داش وساوي لزر لي داش او زائد جزر لي داش بعدين ناقص في ناقص 1 أربعة يساوي 1 أربعة وبالأخير في عنا ناقص جزر لي داعش ونفس التكملة نأخذ كل حد مع الحد المثل يعني جزر لي داعش ناقص جزر لي داعش حد نفسه بس بإشارة مواكسة مجموعين يساوي صفر يتبقى عنا 3 على 4 زائد في 1 أربعة وهم في عنا جمع كسرين والمقامات موحدة وجاهزة يجمع البسط مع البسط والمقام نفسه وتصحيل ثلاثة زائد واحد أربعة على أربعة ويساوي الواحد لأن قلنا الكسور هي عبارة عن عملية قسمة قسمة البسط على المقام أربعة تقسيم أربعة ويساوي واحد طبعا هذه التمارين كلها تدريب على كيفية جدال إشارات ناقص في زائد أو زائد في زائد أو ناقص في ناقص وكمان شاء نعرف كيف نجمع وطر الحدود أو العداد الحقيقية كل عدد ما العدد المشابه له الآن انتهينا من التمارين لسطحات 38 هل هناك أي سؤال قبل أن أنتقل لفقرة جديدة؟ أجل سأتقدمنا السؤال الخامسة قصية فقرة A سوف تشريك الآن أعطينا A تساوي ناقص B ناقص جزر الثاني ناقص B بين قوسين هذه باللون الأحمر زائد الثاني أول شيء ندخل ناقص على القوس فصار في عنا ناقص B ناقص جزر الثاني ناقص في ناقص B ستصير زائد B زائد الثاني الحدود المتشابهة في عنا ناقص B وزائد B عكس بعضين في مجموعي صفر بقى عنا ناقص جزر الثاني زائد الثاني هاي القيم النهائي لا المقدار اه ترجمة نانسي قنقر